بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع وحلقة جاية بالتأكيد بعد مباراة كنا نتمنى فيها يكون حظنا أوفر ويكون منتخب مصر متأهل إلى كأس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين ولكن للأسف حلقة النهاردة بالتأكيد ده جاية بعد هذه المباراة ومنتخب مصر لم يتمكن من الفوز على السينغيال في داكار والتأهل إلى كأس العالم للمرة التانية على التوالي كنا نتمنى أن يكون فيه رقم قياس جديد أو رقم يدينا بشرة طيبة بالنسبة للمرحلة الجاية نحن تأهلنا في كأس العالم في روسيا الفين وطمانتاشر وبعد سنوات ممكن نعمل إنجاز تاني ونقرره ونتأهل في عشرين اتنين وعشرين لكن فيه ظروف كتيرة جدا سواء ظروف معاكسة سواء سلبيات عدم تحضير أمور كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها على مدار حلقة النهاردة بالإضافة كمان إلى أمور الطب بالطبع كلنا نبارح كنا مستغربين منها إزاي بتحصل في ملعب عبدالله ويد في ديوميندي في العاصمة السنغالية ده كار من خروج على النص استخدام الليزر بشكل غريب جدا وده كمان جزء النهاردة هنتكلم فيه لأن ده مش كلام نحن بس ده كمان أكبر الصحف العالمية بتتكلم على هذه الصور وبتتكلم على هذا الموضوع لأنه بالتأكيد مخالف تماما للواحي الاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم أيا كان بقى الإجراء اللي يحصل الفترة الجاية كل دي تفاصيل هنتكلم النهاردة في حالة الترند عليها وكمان هنالقي الضوء على بعض النقاط اللي ممكن تكون غيبة عن الإعلام بشكل عام أو عن الجمهور بشكل خاص في مسألة بقى اختيار التحكيم الشكل اللي تقدمت الاجتماع اللي جاي ممكن يناقش إيه تقارير المرأبين تقارير حكام كل التفاصيل دي هنتكلم فيها لكن بأكد لكم أنه كل الأمور دي مش هتغير من الأمر شيء منتخب السنغال تأهل لكأس العالم لكن ممكن يكون فيه عقوبات إدارية هتحصل الفترة الجاية حلقة فاكة وليسوا تفاصيل وهنتكلم كمان عن فكرة التصنيف وامور كتير جدا في هذه الحالة نتمنى يا رب أن الوقت يكون مساعدنا على أن نتناول كل هذه التفاصيل كمان هنتكلم على مباراة الأهلي والهلال السوداني ما ننساش أننا عندنا مباراة مهمة جدا يوم الحد اللي جاي نتمنى يا رب بإذن الله ربنا يكلم الأهلي ويوفقوا لأن ده المشوار يعني قدر الإمكان السنة تحديدا الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني تدينا مساحة أننا نطمن أن نعمل نتيجة إيجابية أو نعمل بطولة أن النادي الأهلي يعوض الشعب المصري أو يعوض كل جماهير القولة المصرية عن إنجاز عدم التأهل لكاس العالمين ممكن الأهلي يعمل إنجاز جديد ويحرز دور أبطال إفريقيا لمرة الثالثة على التوالي لكن البداية هتكون من مباراة الهلال السوداني يوم الأحد القادم الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي والسلام طيب حلقة النهاردة في التفاصيل زي ما قلت لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأيكم في تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني توقعاتكم للتشكيل ممكن الأهلي يلعب إزاي هذه المباراة خاصة كمان في ظل غيابات ممكن تكون موجودة في هذه المباراة ده برضو هنعرفه خلال الأيام القادمة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضرتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في الترند المحلي بأسة المنتخب تصل القاهرة وكمان الليزر حديث العالم وفي الترند الأهلي انضمام الدوليين لتدريبات الأهلي غدا طيب مزيد من التفاصيل أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض فقرة الترند الترند اللي هنتكلم فيه عن بعض الأخبار والكواليس والمعلومات اللي بتأكيد المشاهد عايز اسمحها مننا تحديدا في برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند النهاردة الحديث سيكون على مباراة السنغال ومصر في إيابة دور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم منتخب مصر خسر برقلات الجزاء الترجحية بعد فوز السنغال في الوقت الأصل والإضافي بهدف مقابل لشيو وده نفس نتيجة لقاء الزهاب اللي مصر فازت فيها أيضا بهدف مقابل لشيو وفي التالي الفرقيتين احتكموا إلى رقلات الجزاء الترجحية واستطاعت السنغال الفوز برقلات الجزاء الترجحية وتتأهل إلى كأس العالم في قطر 2022 حديث الصحف العالمية النهاردة مش هتكلم بقى عن الصحف المحلية أو الإعلام الرئيسي في مصر بيتكلم فيه لا الصحف العالمية ولما تكلم عن الصحف العالمية لازم تتكلم على الصحف البريطانية تحديدا صحيفة زاسان وديلي ميل بيتكلموا عن أحداث مباراة السنغال ومصر الأحداث بتتكلم في سياق إيه هل في السياق الأمور الفنية ولا في أي سياق لا النهاردة زاسان ومن خلال الصورة رسمية لقدامنا على الشاشة قالت أنه تم استهداف محمد صلاح والمنتخب المصري بوسطة الليزر خلال مباراتهم الحاسمة ضد السنغال وخسر الفرعنة مكانهم في مونديال قطر بطريقة مفزعة وأضافت أن لعب منتخب مصر اضطروا إلى التعامل مع مصدر إلهاء كبير خلال المباراة بسبب مشجعي أصحاب الأرض حيث تعرض صلاح مع بقية زملائه لأشعة الليزر في أعينهم طوال المباراة وأشارت إلى أنه في كل مرة كانت ترصد فيه الكاميرات لقطة مقربة لأحد لاعبي مصر كانت هناك أضواء خضراء تومد على وجههم كما تسبب التشويش المتعمد للاعبي المنتخب المصري بالليزر أو كما تسبب التشويش المتعمد للاعبي المنتخب المصري بالليزر في إهدار سلاس رقلات ترجيح من اللي قايل زاساند وهي من أكبر الصحف في بريطانيا وبتتكلم على أن استخدام الليزر والفزاعة اللي عملها الجمهور السنغالي في المباراة كل دي كانت من الأسباب اللي كانت ممكن منتخب مصر خسر بسببها المباراة وعدم التأهل إلى كأس العالم خدوا بالكم اللي بيقول ده صحيفة زاساند مش إحنا اللي بنتكلم مش إحنا اللي بنقول عشان الناس ما تقولش كل شوية أنتوا بتقولوا مبررات لا يا جماعة ركزوا في التفاصيل اللي بتتكلم فيها الصحف العالمية أنت قلتوا دايما كل مرة بتزعلوا إحنا بنتكلم دايما داخليا ما بنتكلمش بره ليه عالميا النهاردة هي الصحف الكبيرة في بريطانيا بتتكلم على هذا الموضوع والصحف البريطانية أو الصحف الفرنسية لما النهاردة قلقت الدوع على الموضوع ده مش اتكلمت بنا على صور جت لها لا في المباراة كانت فيه صحفيين حاضرين في المباراة من بريطانيا ومن فرنسا كان فيه من الكيف كان فيه من ديلي ميل كان فيه من زاصان كان فيه أكتر صحفي من أوروبا حاضر هذه المباراة وشاف بعينه اللي حصل طيب الديلي ميل النهاردة كمان اتكلمت على ايه قالت الليزر تحت عنوان رئيسي الليزر الذي صلت على صلاح أثناء تقدمه لتسديد ركلة الجزاء كان سببا في اهضاره لهذه الركلة ده الديلي ميل اللي بتقول مش احنا لان احنا لو اتكلمنا هتقولك ما انت بتتكلم عشان مصر وانت في الاخر اعلام رياضي مصر لكن النهاردة الديلي ميل لما بتتكلم على موضوع زي ده وحتى صورة قدامها وزي ما انتوا شايفين على الصورة ان الليزر اللي صلت على صلاح أثناء تقديم ولتنفيذ ركلة الجزاء كان سببا في اهضاره لركلة الجزاء هو ليل فيفا يا جماعة منع استخدام الليزر لانه بيبقى جزء من التشويش على اللعيبة أثناء المباراة فبالتالي بيبقى فيه عقوبات هنا اندباطية على من يخالف الليحة وعلى من يستخدم اي ادوات بتخالف ليحة الاتحاد الدولي فالليزر ده جزء من هذه الجزئية او جزء من هذه المشكلة فبالتالي الصحف العالمية لما تتكلم على هذا الموضوع ما ينفعش احنا في مصر ناخد الامور ببساطة ونعديها ونعتبارها حاجة بسيطة لا لازم برضو تبرزها ولازم تتكلم عليها ولازم اعلامك كليه دور قوي جدا في تسليط الضوء على الامور ديت لان بالمناسبة خدوا بالكم النقطة محدش برضو عايز يتكلم فيها انت بتلعب مع السنغال من رئيس الاتحاد السنغالي اوجستين سنجور مين اوجستين سنجور نائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي يعني كل هذه الانتهاكات اللي حصلت في ملعب المباراة ملعب بلد رئيس الاتحاد السنغالي اللي هو الناب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي انا بتكلم على اطار قانوني لشخصية المفروض مسؤولة عن الكرة الافريقية لازم يكون لي دور لوعي جمهوره ما تقوليش اصلي دي الطريقة اللي هيتأهل بها لكاس العالم فيستخدمها سواء طريقة شرعية او غير شرعية لا نبنتكلم على مبدأ الفيفا حطه دايما في كل عنوينه الرئيسية مبدأ الفير بليه السنغال ممكن تتأهل لكاس العالم ويتم اعتماد المباراة كبيرها ممكن يكون فيه غرامة مالية اقامت مباراتين ثلاثة بدون جمهور بتحصل كتير وحصلت مع فرق كتير في دور ابطال افريقيا لكن في النهاية هل دا يا صح؟ هل دا مزبوط؟ هل في اوروبا بنشوف مطشط كبيرة الفرق بيحصل فيها الكلام دا؟ ما بيحصلش فيه لقطة حصلت كمان في المباراة المحمد الشناوي لما بيصدوا الكورة ويها على الارض كيس تلجة او ازازة تلجة او ازازة مية جات فيه رجله طبيعي كان هنا حكم المباراة كان لازم اتخذ اي اجراء في توقيته لكن واضح ان هو كان عليه ضغوط فكان عايز يخرج بالمباراة لبر الامان كان واضحة من اول دقيقة ضمكوا على الصور وشايفين على الشاشة حجم استخدام الليزر في المباراة كل دا ما يكونش سبب او سبب رئيسي ان المنتخب خسر المباراة بسبب الامر دي لا هو جزء من ازباب المباراة لكن فيه ازباب تانية بالتأكيد لكن مهم جدا وانت بتتكلم على الاسباب لازم تتكلم على الاسباب دي واحدة واحدة اللقطة اللي قدامكم دي دي ما كانش ينفع تعدي على الحكم الجزائري مصطفى غربال ما كانش ينفع تعدي عليه لان اللقطة زي دي كان لازم يقوم بوجبه انه يوفر الحماية للفريق داخل الملعب وكان لازم يكون فيه دور ايضا لكابتن الفريق محمد صراح فلاطة زي دي ان يوجه الحكم ان احنا لازم ناخد موقف فلاطة زي دي ويتم التنبيه على مرايب المباراة عشان اللي اتتزل زي دي وانت في بداية المتشة لما تتقرر يبقى فيه قرار او فيه اتجاه اللي انت بتحذر الفريق المنافس ولازم تحسس حتى الفريق المنافس او الجمهور الفريق المنافس ان انا مش في الملعب كده هبقى موجود هستحمل اي خروج عن النص لازم يكون ليه موقف لازم برضو لعيبتنا يكون عندها خبرة التعامل مع الحاجات اللي زي دي هل بقى الموقف في الملعب كان اكبر من الكل فالكل كان عايز يخرج بالمباراة ونركز في التسعين ديئة انا ما كنتش في الملعب فقد راحكم اللعبك هتبتفكر ازاي لكن فيه فرق بتعرف تكسب كويس قوي من وراء اللقطات اللي زي دي نفس في مرة احس ان احنا عندنا لعيبة بتعرف تستغل الموقف الزي عشان تتعملها لحسابها او تكبر الحاكم ان هو يقف في صفها بعد موقف زي ده بالقانون مش مجملة طيب دي جزئية الجزئية التانية فكرة اختيار مصطفى غربال يمكنان من اوالي الناس اللي كان عندي تخوف واعترضت على هذا التعيين وهذا الاختيار وهذا التعيين وهذا الاختيار الكل بلا استثناء كان بيشيد بيه لان مصطفى غربال من حكام النخبة اللي موجودين في الاتحاد الافريقي وكل بيشيد بيه لكن اختيار حاكم عربي لفريق عربي مع فريق افريقي في هذه المناسبة ده بيضع ضغوط كبيرة جدا على حكم مرشح لكأس العالم ومرشح بنسبة كبيرة جدا يكون هو المصنف للتحكيم في كأس العالم ده نقوا هي بعض اللقطات ايضا كمان او بعض الصحف اللي اتكلمت النهاردة الميرور كمان اتكلمت على سادي يومانيو اتكلمت على محمد صلاح في اكتر من صحيفة النهاردة كانت بتتكلم على نفس الموضوع وانه كان فيه حالة جنون في الملعب خدوا بالكو احنا مش بنتكلم على الشعب السنغالي او على الدولة السنغالية احنا بنتكلم على الموقف اللي حصل جوه الملعب بنتكلم على موقف رياضي جوه الملعب توماس مولار بيتكلم على لقطة زي دي احنا بنتكلم على مواقف جوه الملعب مش بنقرج برى الاطار الرياضي او برى الاطار اللي احنا بنتكلم فيه على مباراة كرة قدم فبالتالي كل الاحترام بالتأكيد للشعوب الافريقية بشكل عام لكن نحن نتكلم عن مباراة كرة القدم دي هنا خرجت عن إطار النص الرياضي وعن إطار الروح الرياضية وده مبادئ الفيفا حطها في كل نصوصه في لوائح كرة القدم ورئيس الاتحاد السلغالي هو النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي فلازم لازم لما يكون عنده مباراة زي دي هو المسؤول عن تنظيمها لازم يتم محاسبته محاسب عسيرة سواء هو أو حتى أما جو بينك في نيجيريا بعد الأحداث الكارسية اللي حصلت بعد مباراة نيجيريا وغانا وصلت أن حتى الطبيب المكلف به الميديكال أوفيسر اللي هو الخاص به المباراة توفق قصر أزمة قلبية بعد الأحداث اللي حصلت بعد المباراة فبالتالي المسؤول اللي يكون موجود عن القرى الإفريقية ومسؤول عن اتحاد بلده لازم يتم محاسبته عن الخروج عن النص بالشكل ده طيب دي جزئية الجزئية التانية وأنا باتكلم على مصطفى غربال حكم جزائري في منتخب عاربي في مباراة زي دي هتشكل عليه ضغط أنا كنت أتمنى وقتا أن اتحاد القرى كان يحتاج على تعيين مصطفى غربال زي ما الجزائر اعترضت على جوشوى بوندو وجوشوى بوندو في مباراة الكاميرون عمل مباراة حيادية لأعلى مستوى ده مش متعرف على جوشوى بوندو لكن لما الجزائر لعمت بمباراة العودة مع مباراة العودة بعد كده في الكاميرون مع الجزائر في الجزائر ووجود بكاري جسامة الجزائر خرجت بسبب فضائح تحكمية حصل مع مصر نفس الموضوع مصر وجزائر خرجوا بسبب كوارس تحكمية في هذه المباراة ممكن أنت قدامك مش شايف أنه في تأثير أو لعبة مؤسرة من الحكم أن يخرجك لكن فكرة أنه ما يوفر لكش الحماية الشرط الأول فكرة أنه ببقاش فيه انذار أو أكثر من انذار لأكثر من اللاعب ده بيأثر على سير المباراة كل دي حاجات كانت بسبب مصطفى غربال فبالتالي التحكم كان ليه دور كان لازم نعترض على تعيين حكم عربي كان لازم نعترض لأنه خدوا بالك محدش في الاتحاد السنغالي اعترض على وجود مصطفى غربال وده كانت بالنسبة لي غريبة دايما الاتحادات الإفريقية ما بتلاقي حكم عربي لمنتخب عربي أو نادي عربي بتعترض وده حصل في آخر شهرين مرة واثنين وثلاثة لكن تحديدا في المرة دي محدش اعترض كان لازم يكون عندنا إراية للمشهد بشكل أوسع من كده ونعترض عشان الحكم حتى يحس أنه فيه اعتراض من هنا واعتراض من هنا فبالتالي يلتزم الحياة دي على الجانبين طيب الجزائية الثالثة وأنا بتعامل هنا مع التفاصيل الصغيرة آخر حاجة هتكلم عليها المدرب واللعيبة خدوا بالك المنظومة هي عبارة عن هرم الهرم ده بيبدأ من أول التحضير والاستراتيجية اللي الاتحاد بيشتغل عليها لغاية ما تجيب مدير فني وتشكيلة لعيبة وكوالية لعيبة بتلعب في المباريات فبالتالي آخر حاجة هتكلم عليها المدرب واللعيبة لكن بتكلم على التحضير هو أنت لإيه لعبت السنغال وهي تصنيف أول وأنت تصنيف تاني ليه؟ لأن في شهر واحد أثناء كاس أمم إفريقيا المكتب التنفيذي خد قرار أن القرعة هتتعمل على هامش كاس الأمم بس على تصنيف شهر 11 مش على تصنيف شهر واحد أو اثنين اللي اتعملت عليه القرعة ليه تعمل ده؟ لأن انت عندك أكتر من عضو مكتب تنفيذي موجود جوا الكاف منتخباته خلال هذه الفترة كانوا تصنيف أول فكانوا حارسين اللي يلعبوا هم تصنيف أول ليه؟ ملعب الإياب لقاء العودة على ملعبه لقاء العودة لو فيه تسوف الأهداف هيبقى فيه إكسترا تايم 30 دقيقة على شوتين فده بيديك فرصة أعلى أنك تعرف تكسب بالإضافة لده ممكن القرعة تخليك تقع مع منتخب مستوى ضعيف فبالتالي كان فيه ضغط من تونس كان فيه ضغط من السنغال كان فيه ضغط من المغرب كان فيه ضغط من نيجيريا الكل ضغط وعملوا على تصنيف نوفمبر بصوا على تصنيف مصر بعد كاس الأمم كان فيه كان من أعلى خمسة يعني لو القرعة كانت تتعاملت بعد كاس الأمم كان ممكن مصر تلعب تصنيف أول ويجينا الكونغو أو يجينا مالي ده مش مبرر أنه ممكن تكسب أو تخصى ما يغانى صعدت ونجيريا خرجت لتصنيف أول بس هي التفاصيل الصغيرة ده ممكن تساعدك لين يا ساعدت مين؟ ساعدت تونس وساعدت المغرب المغرب عمل إيه؟ لعب مع الكونغو الدموقراطية كذب بمجموعة المبراطين 5-2 تونس تأهلت لكاس العالم بدون ما تحرز هدف تونس لعبة 180 دقيقة ذهب وعودة بدون ما تحرز هدف اتأهلت كاس عالم بهدف أون جول هدف لعب أحرزه فيه مرمى ده تونس تونس كتنبرح معرضة للخروج بهدف احتصب تسلق كتنمكن تخرج فبالتالي هنا التفاصيل الصغيرة لازم تشتغل عليها لازم تلعب على فكرة الكواليس ليه المكتب التنفيذي ينعقد وياخد قرار زي ده فبالتالي التفاصيل والشغل مش جوه الملعب يا جماعة القورة دايماً 50% جوه الملعب و50% بره الملعب انت وانت في اكتمام مكتب تنفيذي في شهر واحد والناس هتاخد الاتجاه ده كان لازم يكون لمصر ليها دور وتقولك لا استنى لبعد كاس الأمم لأن التصنيف تغير التصنيف كله تغير انبارح الناس بتشتكي ليه نلعب نص ساعة اكترا طيب اللايحة بتقول كده فاللايحة بتقول كده لانك تصنيف أول فتستفيد بدا طب حاجة تانية كمان احنا بنتكلم على التصنيف من ضمن الأسباب اللي احنا خليتنا تصنيف تاني قعدنا سنة كاملة مع كتن حسام البادر مش عايز يعمل مباراة ودية مش عايز يعمل مباراة ودية الناس هتيجي تقول لي ما هو في شهر ستة لغى الأجندة عشان الآلي كان عنده أجازة وعنده راحة وعنده مباراة لا يا فندم الأجندة تلغت عشان كان المنتخب الولمبي عايز يستعد لأولمبيات الأخيرة في 2021 في توكيو فبالتالي انت لو انت عندك ممتخب وعندك مدير فن وفيه استراتيجية لازم تستغل الأجندة الدولية الأجندة الدولية تفري معك فيه تفري معك في التصنيف حد خد بالهم بارح واحنا بنلعب الدور الفاصل في تصفيات كس العالم فيه منتخبات إفريقية كانت بتلعب في نفس التوقيت مباراة ودية ليه بتلعب مباراة ودية عشان التصنيف مباراة جنوب أفريقية بتلعب مع فرنسا بوركينا فاسو بتلعب مع بلجيكا تقول لي مباراة ودية انتوا عارفين مصر وكادش بتلعب الدور الفاصل اتحدى المسؤولين كلهم في التحاد الكور كانوا يلعبوا الدوري تخيل كانوا يلعبوا الدوري الأجندة الدولية مهمة والخطة طاولة الأمد مهمة والاستراتيجية لأي اتحد عشان يشتغل عليه عشان يحسن من ترتيب منتخبه دي نقطة مهمة يجي بعد كل ده اختيار المدرب الناس من المباراة عاملة تتكلم مدرب مصري ولا مدرب أجنبي والله ما هو ده الموضوع مش هو ده الموضوع مش هو ده الفايصل على فكرة انت ممكن تجي مدرب وطن وينجح وممكن يجي مدرب أجنب وينجح لكن في النهاية ايه خطة العمل اللي انت بتشتغل عليها هل عندك بلان مدير فان الاتحاد بيعمل بلان وخطة أربع سنين بتلعب في الأجندة الدولية في شهر الست هلعب مع منتخب قوي عشان محتاج 14 نقطة في التصنيف في شهر الاتس انا داخل على كاس الأمم فمحتاج ألعب ماتش صغير عشان التصنيف أحافظ عليه وفي نفس الوقت أحضر للبطولة ده خطة مش أي حد بيعملها لازم الناس تشتغل على ده فتصنيفك كويس هتلعب مباراة ممكن ما تكونش مع الكاتجوري ايه أو التصنيف الأول الصدمت بالسنغال خرقت كان ممكن تلعب الكنهو كان ممكن تلعب منتخبات أقل من كده لكن للأسف خرقت بسبب شغل زي ده كنت ممكن تشتغل عليه الفترة اللي فاتت وللأسف الجهاز الفني السابق ما كانش مهتم اللجاني السابقة اللي كانت متولية على الاتحاد في الفترة اللي فاتت ما كانش في دماغها لا أجندة دولية ولا جهاز فني منتخب ولا أي حاجة خالص من كل ده في النهاية انت وصلت للنهاية والخط النهاية مارح إيه اللي حصل خسرت وخرقت بس الناس هتمسك في إيه طريقة اللعب كيروش اللعيبة ده دي آخر حاجة في المنظومة دي آخر نقطة في المنظومة طيب نيجي لآخر نقطة في المنظومة مسألة اللي انت مدرب موطني ولا مدرب أجنبي في نقطة برضو عايز أركز عليها ودير سالة مني للجيل جيل 2006 و2008 و2010 والجيل اللي كان موجود في بداية الألفية مع الكابتن محمود الجهري انتوا فين من التدريب يا جماعة انتوا فين انبارح بيقود السنغال أليو سي سي بيقود الجزائر جمال بالماضي بيقود الكاميرون ريبرت سونج الرئيس الاتحاد الكاميروني سامو الإتو رئيس الاتحاد الإفوالي المرشح دي ديد رجبة فين أحمد حسن من التدريب فين فين عماد متعب من التدريب والإدارة لسه بادة هو في الرابطة دلوقتي كانت نواء الجمعة معتزل من 2014 احنا في 2022 بعد 8 سنين لسه داخل في الإدارة الفنية أو إدارة الكورة للمنتخب الوطني الجيل اللي حقق البطولات الكبيرة دي ازاي يقعد طول الفترة دي بعيد عن التدريب وبعيد عن الإدارة ازاي انت من جواك حتى لو محدش اختارك ليه ما بتسافرش تاخد قرصات ليه ما بتعملش دراسات تدريبية تبقى توصل لليفل البروفيشنال ليه الناس ما بتكملش في ده ليه كل مهتم بالإعلام ليه كل مهتم بالتحليل انبارح اليو سي سي بيتأهل بالكاميرو اللي كاس العالم في التوقيت اللي كان بيلعب فيه اليو سي سي كان زيدان مع منطحة مصر قم قصر الدنيا فين زيدان من التدريب فين زيدان من الإدارة فين لعبتنا من كل ده دي نقطة اتمنى الناس تنقاش القصة دي لان الجيل اللي عمل بطولات إفريقية كبيرة بصراحة بيظلم نفسه ان في الفترة الحالية بعيد عن الإدارة وبيعيد عن التدريب مش كل حاجة الشاشة مش كل حاجة التحليل زي ما نجحت وانت لاعب ممكن تقصر الدنيا وانت مدرب ممكن تقصر الدنيا وانت قداري هل في الجيل ده ما عندناش حد زي سامو القاتوي برئيس التحدي زي يزيد ديد رقبا اللي بيترشح لرئاسة الاتحاد الإفوري جمال بالماضي ثلاث سنين عمل أرقام مميزة مع منتخب الجزائر الجيل بتاع جمال بالماضي اللي كان في منتخب مصر كابتن هاني رمزي كابتن حسام حسن أسامي كبيرة جداً كانت موجودة في التوقيت ده الفترة الجاية محتاجين كوادر كتير جداً في المجال ده خاصة أن الكوادر دي لما لعبت مع الأجيال التانية اللي مسكى منتخبات إفريقية كانت بتكسبها رايح جاي كانت بتكسبها رايح جاي طيب نقطة كمان عايز أتكلم فيها فكرة إن احنا بنتكلم على كارلوس ساكيرش هي مدرسته كده هي مدرسته كده فلسفته كده اللي بيختار لازم هو بيختار يعرف المدرب اللي هي جمسك المنتخب فلسفته إيه وإمكانياتك إيه فلسفة هكتور كوبر كانت دفاع ويلعب على إمكانيات بعض اللعبة ويكسب وحقق أدو نجح تتفق تختلف على طريقة اللعب بس ده اللي حصل طيب كارلوس ساكيرش أنا مش شايفه فلسفة بس هو دايما مدرسته كانت كده مش المدرسة اللي تمتعك وانت بتتفرج على مطشط الكورة سواء مع البرتغال أو مع إيران أو حتى مع جنوب إفريقيا ما تفتكرنوش مطشط كبيرة قصر فيها الدنيا هي مدرسته كده ففي النهاية هتجدد الثقة هتجيب مدرب تاني انت الأول شوف فلسفتك إيه الفترة الجاية عايز تتفرج على منتخب بيلعب كورة بجد وعايز تستفيد باللعيبة اللي عندك وشاف إن إمكانات لعيبتك أعلى من كده غير الجهاز وهي مدرب تاني وكارلوس ساكيرش لازم يتسئل لو انت عايز تجدد له في بعض التفاصيل لازم الناس تفهمها منه وغود محمد بركاته وحازم إمام جوا مجلس الإدارة بما إنهم لعيبة كورة لازم يعودوا معهم يفهمه فكرة إن انت عندك أيمن أشرف ومحمود علاء جوا المعسكر وتستدعي رم ربيعة وعلي جبر وإيه فجأة تلعب بلعيب جاي من فترة طويلة من الإصابة وفترة راحة وتدفع فيك مباراة كبيرة زي مباراة السنغال مبارح طب ما انت في أبجديات الكورة وفي علم الكورة ما انت عندك لعيب في المعسكر عمل ده في خط الدفاع عمل ده في البقريت لعب عمر جابر في المطشين وعمر جابر كان صغرة دفاعية واضحة في المطشين ومن حسن حظنا إنه خرج ونزل إمام عشور وبرضو علامة استفهام ليه عمر كمال عبدالواحد منزلش فبالتالي مسألة الخيارات الفنية غريبة محمد صلاح لا هاجم ولا هدافع بس أنا لو بعمل إحصائية على صلاح أيام كوبر وبرادلي وكيروش الفترة الحالية مع كارلوس كيروش دي من أقل الفترات الفنية لمحمد صلاح هل طريقة اللقم؟ هل الأداء؟ هل المساحة؟ مين اللي كان بيعمل ده مع صلاح أيام برادلي وكوبر؟ ليه المركز ده مش بيتم تعوده بلائج تاني؟ ليه ما بيتمش الاستفادة بأفشا؟ ليه ما بيتمش الاستفادة بمحمد شريف؟ ليه حاجات كتيرة جداً ممكن تتسئل فقبل بتفكر في التجديد قعد وناقش كل الأمور الفنية وشوف أنت محتاج إيه للفترة اللي جاي عموماً هو عقد انتهى والطبيعي إمبارح زي ما الراجل أعلم في المؤتمر الصحفي عقد انتهى وبالتالي بتمنى التوفيق لللي جاي فالمفروض الفترة جاي نفكر ونشوف إحنا محتاجين إيه في الاربع سنين الجاية بالمناسبة كس العنم اللي جاي يالفين ستة وعشرين مش خمس مقاعد قبل تسع مقاعد ونص فبالتالي حتى وانت بتحضر لللي جاي مش هيبقى أصعب من اللي فات أو من دلوقتي بس لما تحضر شوف مشاكلك كانت فين وحضر صح اشتغل على التصنيف قو رجالك جوا الاتحاد الإفريق واختار رجال يكون على قدر المسؤولية وليهم دور وفي نفس الوقت اختار قوالة لعيبة بشكل رائع جداً في الفترة اللي جاي اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى فقرات برنامج الترند اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند المنتخب وانا لقى حديث يعلو على نتيجة مباراة السنغال ومصر وكل كلامنا عن منتخب مصر قبل ما نتطرك الى ترند الاهلي ونشوف مباراة الهلال السودان فهنكمل في ترند المنتخب ونروح لبئسة منتخب مصر النهاردة من الحساب الرسمي الاتحاد الكرة على الفيسبوك نشروا وصول بئسة منتخب مصر لمطار القاهرة قادمة من السنغال البئسة وصلت حوالي ساعة اتنين بعد الظهر قادمة من الدقار بعد مواجهة السنغال في المرحلة النهائية والمؤهلة لكأس العالم 2022 طيب لسه بنكمل في مسألة استقبال المنتخب والمرحلة اللي جاية حساب المصر الرياضي تصرحات للأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري قال فيها لن نتصرع ونتخذ قرارات انفعالية بشأن مصير كيروش كيروش حياته كلها كورة ولا يترك شيء للصدفة ويهتم بأدق التفاصيل خلال الفترة المقبلة سنقيم خلاله المدير الفني وسنتخذ القرار النهائي بشأن استمراره مع المنتخب وتجديد التعاقد معه أو رحيله طيب أنا عايز أقف هنا ثانية كده بسيطة وعايز أركز على نقطة مهمة جدا المنتخب عنده إيه الفترة الجاية؟ عنده تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في القدفوار في شهر ستة اللي جاي يعني نتكلم بعد أقل من ثلاث شهور عندنا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم عشرين تلاتة وعشرين في القدفوار فبالتالي في ثلاث شهور تقدر تغير جهاز فني ودي جهاز فني جديد ولا هتكمل بنفس المدرب برضو ده أرجع للنقطة اللي قلتها في الفقرة السابقة أنت استراتيجيتك إيه الفترة الجاية؟ إمكانيات اللعبة اللي عندك محتاجة مدرب بنفس فلسفة كيروش ولا أنت محتاج تغير الفلسفة وتعتمد على مدرب صغر في السن القصة مش مدرب وطني ولا أجنبي بالمناسبة أنا لو هتكلم على المدرب الوطني أو الأجنبي في أربع منتخبات تأهلوا الكأس العالم ممدربين وطنيين أربع منتخبات من الخمسة بيتولي تدريبهم مدربين وطنيين إيتو قدو مع غانا مدرب غاني مدرب محلي سونج مع الكاميرون مدرب محلي ولسه متولي المسؤولية من حوالي شهر بعد رحيل أنتونيو مدرب الكاميرون سيسي مع السنغال وده موجود بقى له أكتر من ثلاث سنين مشروع بالنسبة للكرة في السنغال وجلال قدري من تونس لسه متولي المسؤولية بعد رحيل منزل كبير منذ حوالي شهر فبالتالي المدرب الوطني ممكن ينجح والمدرب الوطني مع مصر بينجح أكتر من الأجنبي بنسبة لكن في النهاية مين المدرب اللي هتجيبه؟ فلسفته إيه؟ إمكانيات لعيبتك إيه؟ هتستوعب فلسفته والسراتيجيات الفترة الجاية ولا لأ؟ الوقت هبدايا بالنسبة لك ولا لأ؟ بس سبت أن بعد شهر من نهاية كاس الأمم في منتخبين أو تلات منتخبات تلات منتخبات غيروا الأجهزة الفنية وتأهلوا الكاس العالم غيانا غيرت وتأهلت كاس عالم الكاميرون غيرت وتأهلت كاس عالم تونس غيرت وتأهلت كاس عالم المغرب تأهلت ومدرب أجنبي وغالباً هيكون فيه تغيير للجهاز الفني في المدرب المنتخب المغرب الفترة الجاية نتيجة الهجوم الشديد جداً من الصحافة والجماهير في المغرب على وحيد خليل وزيج إذن فقر وادرس وشوف العالم كله جنبك بيشتغل إزاي وإنت شوف الخريطة عندك ماشية إزاي وغير على الفلسفة دي عشان تنجح حطوا بلال لأربع سنين يا جماعة ما تشتغلوش على أنه عندنا تصفيات ثلاث سهور وراحين كاس أمم حطوا بلال للمنتخب ركزوا دايماً على التصنيف بتاع المنتخب الناس دايماً بتنسى التصنيف ما تفتكروش غير قبل القرعة افتكروا التصنيف كويس جداً لأن ده عنصر لا يقل لأهمية عن تاكتك وأهمية مباراة واختيار حكم والتحضير لأي معسكر طيب نروح للمصر الرياضي وبيتكلموا على أن اتحاد الكرب يستقر على استمرار كيروش مديراً فنياً للمنتخب أنا هنا هستغرب ودائي جداً لو الاستقرار ده وجهات نظر مش بدون اجتماع رسمي وبدون دراسة فنية لو عندنا مدير فني للاتحاد بكلفة نجادة يدرس المرحلة ده ويقيمها ويقول لنا كابتن حازم كابتن براقات لازم يكون لهم دور إيجابي في الجزئية دي ويشرحونا الرجل ده يستحق فنياً ولا ما يستحقش لو عايزين تستعينوا بخبرة يشرحوا لكم الجزئية دي استعينوا بيهم لكن ما تقعدوش قاعدة ودية مع بعض ويبقى تصويت آه لا آه لا الموضوع أكبر من كده بكتير لأن المرحلة الجاية الناس خلاص وصلت لمرحلة إن هي بقت شايفة أن القورة هو اللي بيغير مود الشعب المصري تبقى فرحانة ولا زعلانة فأرجوكوا حفظوا على فكرة إن الناس الموت بتاعها ما يتغيرها شخطر من كده نتائج الأندية الإفريقية سواء الأهل أو حتى باقي الفرق قدر الإمكان يعني بتهدي الناس شوية وإنجاز الأهل آخر سنتين كانت الحاجة الجميلة والكويسة اللي شفناها في القرى المصرية في الفتر اللي فات لكن المحتاجين دايماً نلتف حولين المنتخب عشان الجمهور يلتف حولين المنتخب رجعوا الجمهور للملاعب بشكل سليم اختروا أجهزة فنية بشكل صحيح وحطوا خطة سليمة للفترة الجاية مش قصة ملاعب إحنا عندنا أفضل ملاعب وعندنا أفضل قطاعات ناشئين السنغال ما عندهاش ملاعب وما عندهاش قطاعات ناشئين كله بيلعب في أوروبا لكن دايماً لازم تفكر وتشوف نواسق إيه وتشتغل عليها طيب نروح كمال لحساب في الجول مصدر من كافل في الجول الأقرب من شكوى مصر هو لعب السنغال مباريات على أرضها دون حضور جماهيري مع عقوبات مالية طيب هي الناس راحت للنتيجة اللي ممكن تصفر عن نتائج الاجتماع اللي ممكن يحصل للفترة الجاية لكن إيه لا يحصل؟ فيه شكوى تقدمت مبارح من مصر في الوقت الزمني والقانوني قبل بداية المباراة طيب إيه لا يحصل للفترة الجاية؟ عندنا هنا اتنين مرأبين فيه منصق أمني وفيه مرائب للمباراة منظمة للتصفيات بعد ما يتم قراءة التقارير لو التقارير فيها حاجات خارجة عن النص تستدعي مخالفة الليحة وأنه يبقى فيها غرامة ونقل مباريات أو ممكن يعني ده أبعد مدى ممكن يعني إعادة مباراة هينظروا في شكوى مصر لكن لو التقارير ما فيهاش أي حاجة من اللي احنا كل اللي بنقوله ده يبقى الشكوى كقال لم تكن كقال لم تكن لغرامة ولا أي حاجة لو التقارير فيها كلام متعلق بشريط المباراة واللي حصل محمد الشناوي هيتموا مناشط ده في نجمة الانضباط ويبقى فيه عقوبة قاسية على السنغال لكن طالما التقارير ما كتبتش حاجة ولسه ما تشافتش مش هروح للنتيجة اللي الناس بتتكلم عليها لأن كل شيء وارد فيه المرحلة الجاية لكن طبعا أصعب الأمور اللي ممكن تتناقش فكرة إعادة المباراة ده مش هيحصل إلا في حالة واحدة بس لو تقارير المراقب الأمني أو تقارير مرايب المباراة اللي أمم المناسبة كان من الرأس الأخضر ومن ليبريا كتبوا في تقاريرهم أن المباراة أقيمت في ظروف غير مناسبة واضطرنا لاستكمالها خوفا على حياة الجميع داخل الملع دي الجملة الوحيدة اللي ممكن تعيد ماتش لو مش موجودة يبقى أي حاجة تانية ممكن تحصل غرامة عشر تلاف إقامة مباراتين بدون جمهور زي القرارات اللي بتحصل فيه مسابق دور أبطال إفريقيا طيب يلا كورا بتكلم على تصريح مهم جداً لروجرد سا المدرب المساعد لمنتخب مصر فرسالة للكاف وفيفا عبر حسابه الرسمي على تويتر قال دعونا نمنع الفوفو الزلة من المباراة ونوزع الليزر في الملاعب بما أن الفوفو الزلة الناس كانت بتشتكي من أنها بتعمل إزعاج في الملاعب خاصة في ملاعب جنوب إفريقيا وروجرد سا كلنا عارفينه طبعاً هو مدرب عايش في جنوب إفريقيا فقال له خلاص بقى إنها الفوفو الزلة لو بتمنع إزعاج لكن الليزر حلو جميل شغلوه بقى طالما أنتوا الناس مستمتعة بالأجوال كانت موجودة في الملاعب وهي رسالة سخرة من الأحداث اللي شافتها ملعب السنغال في مباراة الأمس طيب برايش فوتبول بتتكلم على كلام مهم جداً خاص بمحمد صلاح وهنا بلايش فوتبول بتتكلم على صورة لصلاح بيتوجه عليه عدد كبير جداً من الليزر وقال له عليها وكتبوا مصر أثناء محاولتها لتسديد رقلة الترجيح حساب بلايش فوتبول بتتكلم على أن وقت ما مصر بتحاول تسدد رقلة الجزاء ده كانت الصورة والمشهد لمحمد صلاح هو بيسدد انت حسن أنت موجود في فرح وفيه كهارب وفيه حاجات كده غريبة بتحصل وبرضاً براح كنت منضمن الحاجات الغريبة جداً أن أثناء المباراة بيتم اتفايل أضواء الكشفة وبيتمش يعني إضاءة بتشتغل وكانك في حفلة والساون دي شغال وإزاعة داخلية عملا تعمل احتفالات وبتشحن الجماهير كل ده الفيفا منعوا على فكرة كل دي حاجات أنا مباراة متتفرج على ماتش إزاي السنغال اللي رئيسها هو النابل الأول الرئيس الاتحاد الإفريقي فيه كل الكوارث دي إزاي تحصل؟ إزاي ده يحصل؟ أنا مش متخالي أن ملعب تم اعتماده من الفيفا والكاف تحصل فيه كل الكوارث والمخالفات القانونية اللي شفناها مبارح عموما هنشوف الفترة الجاية إيه إلا يحصل خاصة مع السنغال وناجيريا تحديدا طيب حساب سوفا السوقر بيكلم على أرقام محمد الشنوي ضد السنغال طيب عمل إيه؟ تسع تصديات سبعة من داخل منطقة الجزاء تصدي في سلسلة ضربات الترجيح التقاط عالي للكرة شتة الكرة مرتين يعني نجح في الالتحامات من مرة عمل عشر تمريرات ناجحة الرجل المقابلة مان أوف زاماتش بتقييم سوفا السوقر تمانية وتسعة من عشرة لمحمد الشنوي أنا بعتبر مبارح كان مان أوف زاماتش هو وحمد فتحي وياسر إبراهيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى فقرات الترند وهنروح بسرعة لترند الأهلي ونتكلم على مباراة الأهلي والهلال السوداني أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي نرجع بقى للمشوار الإفريقي وعندنا مباراة يعني أتمنى يا رب تكون تغير الوجه الابتسامة أو وجه الشعب المصري لفترة الجاية ويكون فيه ابتسامة بقى مع مباراة الهلال السوداني لأن دي حاجة الوحيدة المتبقية للقرى المصرية في نهاية هذا العام أو في نهاية هذا السنة بالنسبة للمشوار الإفريقي دوري أبطال إفريقيا يلا كورة وحساب يلا كورة بيتكلم على أن الناجي الآهلي تلقى موافقة نهائية على حضور خمس آلاف متفرج لمباراته مع الهلال السوداني ففيها المباراة هتتلعب يوم الحد اللي جاي الساعة عشرة مساءً بتوقيت القاهرة طبعا كل ساعة طيبين مناسبة شهر رمضان الكريم فالمباراة هتكون الساعة عشرة بعد الفطار وللأسف كنت أتمنى يكون فيه عشر تلاف خمستاشر ألف عشرين ألف لكن للأسف موافقة على حضور خمسة آلاف متفرج دي بداية أتمنى نرجع الجمهور بعدد أكبر عشان المنتخب يستفيد لما يكون عنده مباراة حاسمة لأن ده ينعكس على الجميع أتمنى أن الحضور الجمهوري يقتر عن كده الفترة اللي جاية الوطن سبورت موسيماني يعالج لعب الأهل الدوليين نفسياً قبل مواجهة الهلال السوداني بيتسو موسيماني عنده مهمة صعبة جداً للفترة الجاية مش تحضير فني المباراة الهلال السوداني فقط لا كمان تحضير لعب الأهل الدوليين نفسياً بعد الخروج من التأهل لكأس العالم مسألة صعبة جداً إن شاء الله مباراة الهلال السوداني تبقى فرصة طيبة للخروج من كل هذه الأجواء وبداية مرحلة جديدة للكرة المصرية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وآخر فقرة معنا في برنامج الترند موسيقى أهلاً بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة معكم في برنامج الترند ومشاركة الجماهير على سؤال ترحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل أهل هلعب بي مباراة الهلال السوداني فتح السودان بيقولها توقع إن شاء الله الشنانوي كريم فؤاد ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول ألف مبروك لمعلول التأهل مع تونس لكأس العالم أليو ديانج هارد لك يا ديانج السلية أفشة عبدالقادر الشحاب شريف ونقول يا رب تحيات لحضرتك وأسرة البرنامج أشرف علي معلول ديانج السلية أفشة أحمد عبدالقادر بيرستاو محمد شريف بالتوفي يا رب للنادي الأهلي في هذه المباراة مبروك لعلي معلول التأهل لكأس العالم هارد لك لأليو ديانج مسيماني عنده تحضير للعيبة الأهلي ولعيبة أيضا كمان أليو ديانج العائد منتخب مالي وفي النهاية يا رب ربنا يوفي الأهلي في مباراة الهلال السوداني يوم الأحد القادم في الختام باشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة والإسبوع القادم إن شاء الله نلتقي بقى في أول حلقات برنامجنا في رمضان بإذن الله هيكوننا يوم الجمعة وبإذن الله إن شاء الله يكون شهر كريم مبارك على كل الشعب المصر والأمة الإسلامية في كل مكان شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة